83 يوما فقط على أولمبياد توكيو 2020 وطبعا نحن في 2021 لكنه الأولمبياد المؤجل والمحاصر بكورونا دفتر قواعد صارمة للرياضيين والمسؤولين يتعين على الجميع اتباعها لحماية ألاف الرياضيين الذين سيتوافدون إلى توكيو من دون مشجعيهم فحصان إجباريا لرصد كورونا قبل 96 ساعة من السفر إلى اليابان حتى في حالة طلقهم جرعتين من اللقاح في المقابل حجر صحي لمدة ثلاثة أيام في اليابان للمسؤولين والمدربين ووسائل الإعلام وفحص يومي خلال فترة الحجر التدريب أمر أساسي للرياضيين سيكون متاحا في اليابان لكن هناك شاطا أساسيا فحص بي سي آر سلبي كل يوم لكي يتمكن الرياضيون من المشاركة في أي نشاط متر واحد كحد أدنى مسافة آمنة دائما بين الرياضيين وبينهم وبين سكان اليابان وطوال أيام الأولمبياد الأربعة عشر وفي حالة تخطي هذا الحاجز لمدة خمسة عشر دقيقة أو أكثر دون ارتداء الكمامة سيمنع الرياضي من المنافسة إلى حين إجراء فحص كورونا والتأكد من سلبية العين ولكن ما هو الأولمبياد من دون جمهور الأكيد أن لا جماهير دولية ستحضر أما لليابانيين فالقرار بؤجل حتى اللحظة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر